الاحتضار وسكرات الموت يحيى الإنسان في هذه الدنيا وهو يرسم خطط لمستقبله يرقد وراءها ولا يضع في حسبانه أن ساعة الموت قد تحين في أي لحظة وتفاجئه فتنزل به في غفلة من نفسه بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الموت هو آخر أيام الدنيا وأول منازل الآخرة فهو ليس نهاية بل بداية للعالم الآخر وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال أيها الناس إن خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء لكنكم من دار إلى دار تنقلون ويمر الإنسان قبيل الموت بعقبات سنتحدث عنها في هذا التقرير وسنذكر عما يمكن للإنسان أن يفعل لاجتياز هذه العقبات بسهولة العقبة الأولى الاحتضار وسكرات الموت عند الاحتضار يغلق كتاب الأعمال وينكشف الغطاء وينتقل الإنسان من عالم البصر إلى عالم البصيرة قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا وينبغي على من حضر عند المحتضر أن يقوم بأعمال منها ما تخفف عنه سكرات الموت وهي أولا توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض ثانيا يستحب طلقينه الشهادتين والإكرار بالنبي وبالآئمة الاثني عشر عليهم السلام ويستحب تكرارها إلى أن يموت ففي الرواية عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثالثا تلقينه كلمات الفرج وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رابعاً تلقينه هذا الدعاء اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك وأيضاً وأيضاً اللهم ارحمني فإنك رحيم خامساً نقله إلى مصلاه إذا عصر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه سادساً قراءة سورة ياسين والصفات لتعجيل راحته وصورة الأحزاب وكذا آية الكرسي وآية الصخرة وآخر ثلاث آيات من صورة البقرة بل مطلق قراءة الكرآن وهناك أعمال يكره الإتيان بها عند المحتضر وهي الأول أن يمسى في حال النزع فإنه يوجب أذاه الثاني تفقيل بطنه بحديد أو غيره الثالث إبقاؤه وحده فإن الشيطان يعبث في جوفه الرابع حضور الجنوب والحائض عنده الخامس التكلم الزائد عنده السادس البكاء عنده السابع أن يحضره عملة الموت الثامن أن يخلى عنده النساء وحدهن خوفاً من صراخهن عنده وهناك أعمال يقوم بها الإنسان في حياته تهون عليه سكرات الموت أولها وأهمها هي ولاية أهل بيت العسمة عليهم السلام ثانياً زيارة الإمام الحسين عليه السلام فقد ذكر في الروايات أن زيارته تزيل الغمى وتهون سكرات الموت وتذهب بهول القبر ثالثاً صلة الأرحام والبر بالوالدين عن الإمام الصادق عليه السلام قال من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولاً وبوالديه باراً رابعاً حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة وأن يهون عليه سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره خامساً إطعام المؤمن الحلوى ففي الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموت سادساً صيام يوم من آخر رجب فقد روى الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال من صام يوماً من آخر هذا الشهر أي شهر رجب كان ذلك أماناً من شدة سكرات الموت وأماناً له من هول المطلع وعذاب القبر سابعاً صيام أربعة وعشرين يوماً من رجب فقد روى أن من صام من رجب أربعة وعشرين يوماً فإذا نزل به ملك الموت طراء له في صورة شاب عليه حلة ديباج أخضر على فرس من أفراس الجنان وبيده قضح من ذهب مملوءة من شراب الجنان فسقاه إياه عند خروج نفسه يهون به عليه سكرات الموت ثامناً صلاة ليلة السابع من رجب وهي أربع ركعات بالحمد مرة وبالتوحيد ثلاث مرات وصورة الفلق وصورة الناس وعند الفراغ يصل على النبي صلى الله عليه وآله عشر مرات ويقول الباقيات الصالحات عشر مرات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال أن من صلى هذه الصلاة أظله الله تحت ظل عرشه ويسهل عليه النزع وضغطة القبر ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة وآمنه الله من الفزع الأكبر تاسعا قراءة هذه الكلمات عشر مرات وهي أعددت لكل هول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إن لله وإن إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل عدو اعتصمت بالله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ففي الرواية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال من قال هذه الكلمات في كل يوم عشرا غفر الله تعالى له أربعة آلاف كبيرة ووقاه من شر الموت وضغطة القبر والنشور والحساب العقبة الثانية العديلة عند الموت العديلة يعني العدول من الحق إلى الباطل في وقت الموت وذلك أن يحضر الشيطان عند المحتضر ويوسوس له حتى يوقعه في الشك فيخرجه من الإيمان وهناك أعمال يقوم بها الإنسان في حياته ليسلم من العديلة عند الموت منها أولا استحضار أدلة الإيمان وإداعها عند الله فقد قال فخر المحققين رحمه الله فإذا أراد الإنسان أن يسلم من هذه الأشياء فليستحضر أدلة الإيمان والأصول الخمس بالأدلة القطعية ويصف خاطره ويقول اللهم يا أرحم الراحمين إني قد أودعتك يقيني هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع وقد أمرتنا بحفظ الودائع فرده علي وقت حضور موتي ثانيا قراءة دعاء العديلة المعروف ثالثا قراءة هذا الدعاء بعد الفريضة وهو رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعليا وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن محمد ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير رابعا المحافظة على أوقات الصلاة خامسا تعظيم حق الله فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كتب إلى بعض الناس إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال فعظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه وأن تغتر بحلمه عنك وأكرم كل من وجدته يذكر منا أو ينتحل مودتنا وأخيرا تنفصل الروح عن الجسد لتبدأ رحلة طويلة في منازل الآخرة ويبقى للجسد مراحل يمر بها من التغسيل والتكفين والدفن سنتحدث عنها في تقرير لاحق اشتركوا في القناة